السلام عليكم طلبة الصف الثالث المتوسط في درس مكثف بمادة الكيمياء ونتناول في درسنا لهذا اليوم بعض مركبات النتروجين واللي يكون من أهمها غاز الأمونيا الذي يكون من المركبات المهمة للهيدروجين والنيتروجين ويتواجد فيه الطبيعة من تحلل أجسام الحيوانات والنباتات بعد موتها ويكون في التربة أيضا على هيئة أملاح الأمونيوم وهذا من ما يتعلق بوجوده أو أهميته بالنسبة لمركبات العنصر الهيدروجين والنيتروجين أنتقل إلى تحضيره مختبريا وصناعيا يحضر غاز الأمونيا من تفاعل كلوريد الأمونيا مع هيدروكسيد الكاليسيوم وينتج لي هذا الغاز ولكن يمورر على أوكسيد الكاليسيوم لتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز كما في المعادلة الآتية دعنا نكتب المعادلات دعنا نكتب العنوان بعض بعض واحد رح أكتب هذا أولا 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 غاز أنا أج أثري هذا ألف خلنكتب رح ضيره مختبريا الجواب عندي رح يكون بتسخين ملح يحضر غاز الأمونيا مختبريا بتسخين كلوريد باللطف مع هيدروكسيد الكاليسيوم حسب المعادلة الآتية دعنا نكتب المعادلة باللون آخر دعنا نكتب NH 4 CL زائد CA OH باي 2 رح يمطين على السهم مثلة التسخين CA CL2 زائد H2 O زائد NH دعنا نأتي إلى الموازنة أحبة الطلبة ولاحظ نبدأ بالكلور لماذا؟ هنا زادت عندي هنا كان واحد زادت هناك قصارت ثنين إذن أضرب أضرب الأمونيا غاز الأمونيا في ثنين عفوا كلوريد الأمونيوم في ثنين هنا صار عندي جزئة تين من الـ N وصار عندي ثمان درات من الهيدروجين إذن أضرب الأمونيا في ثنين والماء هنا في ثنين حتى تتوازن المعادلة بشكل زين ويمرر هذا الغاز الناتج خلي نكتم ملاحظة جواها أيضا الملاحظة أحبة الطلبة يمرر الغاز الناتج على عمود يحوي أوكسيد الكاليسيوم للتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز هنا أحبة الطلبة أنتقل إلى الفقرة باء وهي تحضير غاز الأمونيا صناعيا وذلك يتم بطريقة هابر باتحاد النتروجين والهيدروجين بشكل مباشر وأيضا كما في المعادلة الآتية وأنتقل إلى السبورة لكتابة هذا التحضير نعم إذن سيكون عندي باء هنا إنتاج الأمونيا صناعيا وخلي بين قوسيا عندي طريقة هابر هنا أنا حسب المعادلة وكما في المعادلة الآتية رح يكون عندي أنتو إذن أجتو رح ينطيني أن أج ثري اللي هو غاز الأمونيا أجي أوازن المعادلة عندي غاز الأمونيا أجقد هنا صار هنا ثمين هنا صار واحد لازم أضرب شنو بثمين ليش لأن هنا عندي الأمونيا صار عندي الهيدروجين ستة إذن أضرب ثلاثة حتى يصير عندي ستة خلي نكتب على السهم أيضا وجود عامل مساعد وهو اللي يستخدم برادة الحديد وأيضا درجة الحرارة بالتسخين هذا العامل المساعد وواضح جدا بالرسم عزيزي الطالب كما موضح إليك في الكتاب أنتقل إلى خواص الأمونيا الفيزيائية والكيميائية أولا يكون غاز الأمونيا عديم نفاذة تؤدي إلى استنشاقة أو إذا وصلت إلى العين تؤدي إلى تدمعها وبذلك يكون أخف من الهواء ويكون كثير ذوبان في الماء ويكون محلوله المائي ويرمز له ويسمى بالمحلول المائي لهيدروكسيد الأمونيوم NH4OH هذا عند تسخين أو تركه متعرضا للهواء يفقد غاز الأمونيا وعند هنا تجربة توضح كيفية يكون غاز الأمونيا كثير ذوبان في الماء والذي تسمى بتجربة النافورة خلي أرسمها خلي نكتب السؤال وأيضا بعد نرسم هذه سؤال سؤال وضح سؤال وضح مع الزمز قابلية دوبان الأمونيا في الماء هناك هناك جوها تجربة هناك فورة أحبتي الطلبة سأرسم عندي خلي أشرح الكيها أول مرة لتجربة وبعدين أنتقل إلى رسمها وأوضحها على الرسم حتى تكون واضحة عندك وهذه مهمة وزاريا تتكرر في بعض الأدوار للسنوات السابقة نأخذ كأس مملوء إلى نصفها بالماء ويحتوي على دليل الفين ونفثالين ونأخذ دورق مخروطي مزدود ونقلبه يحتوي على غاز الأمونيا ويخترق الدورق المخروطي أنبوب توصيل يتصل دورق دائري هو يكون بالأحرى وأيضا يخترق هذا أنبوب توصيل الدورق ويتصل بالكأس المملوء بنصفه بالماء وأيضا توجد قطارة تخترق الدورق وتحتوي على قطرتين من دليل الفين ونفثالين والماء وعند ضغط هذه القطارة سوف يؤدي إلى التماس الغاز مع الماء وبذلك يحدث تخلق في الضغط يؤدي إلى تدفق الماء إلى الأعلى بشكل نافور ويتحول لون المحلول إلى أحمر وردي بسبب قاعدية محلول الأمونيا هذا الرسم سيوضح لي التجربة بشكل جيد دعي أرسم بهدوء وأكون مركز بلاي عندي هنا الماسك هذا دعي نرسم الخطوة القاعدة التي يرتكز عليها هذا هنا عندي كأس مملوء نصفة بالماء تلاحظ هذا هنا الماء دعي فيه لون مغاير ويضا نحتاج اللون الأحمر هذا إلى هنا هذا ماء هذا هنا يكون ماء هذا الكأس هنا عندي الدورق المخروطي أو الدورق الدائري هنا سيكون أو دعي نرسم بشكل آخر حتى يكون واضح إليك معهم يكون مقلوب إلى الأسفل لدورة أحبتي طلب هنا هذا خلي أوسع شوية حتى يكون الأنبوب واضح بالرسم يكون واضح يكون واضح أفضل خلي نقرب إذن هنا سيكون عندي واضح هذا الأنبوب هذا الأنبوب التوصيل اللي يخترق للأسفل الدورق ويتصل بالإناء هذا الأنبوب إذن هنا رح يكون عندي قطارة اللي تستخدم هذا الصنبور لها نعم هذا يكون هذه القطارة إذن هنا هذا كأس مملوء نصفه بالماء مع دليل الفينو نفتعلين إذن هذا وهنا القطارة أيضا هذا هنا شنو غاز الأمونيا غاز غاز الأمونيا هذا هنا ما أريد ألونه لأن حتى أوضح لك كيف يتحول إلى لون الأحمر الوردي من خلال حدوث التخذخل في الضغط هذا هنا يكون ماسك لهذا الدورق أيضا حتى يكون ثابت هذا الدورق هنا إيش راح يسعد هنا عندما أقطر بهذه القطارة اللي تحتوي شنو على قطرتين أو على قطرتين من دليل الفينو نفثالين مع الماء عند تقطير هذه أو ضغط القطارة ستحدث تماس الماء مع الغاز فيؤدي إلى تخل خلف الضغط ويتدفق الماء بشكل نافورة في داخل الدورق أحب أحبتي الطلبة هنا بس خلي أحول الرسم إلى اللون الأحمر الوردي أحبتي الطلبة حتى يكون واضح عندك الرسم هنا ليش تحول هذا هذا راح يكون بسبب قاعدية محلول الأمونية هذه حتى تكون واضح عندك إذن هنا نكتب بعض الملاحظات والتوضيح إليك أحبتي الطلبة في الصبورة حتى تكون واضحة إذن نكتب هنا عند إدخال عند خلني نكتب هنا الصبورة شوية حتى تكون واضح الرسم ما علاقة بالكتابة عند إدخال بضع قطرات من الماء المحتوي على دليل الفينو لين عدين اللون إذن بوساطة القطارة القطارة حين يصبح الغاز بتماس مع الماء سيذوب فيه ويتخلخل خل الضغط ويتخلخل الضغط داخل الدوراق داخل داخل الدوراق وذلك يندفع يتخلخل الضغط داخل الدوراق وين وين دفع الماء بشكل داخل الدوراق من الكأس إلى داخل ذلك الدوراق يتفق الماء بشكل نافورة داخل الكأس نعم بشكل نافورة هنا نافورة داخل الدوراق إذن هنا هو وضحت كيف تحدث تجربة النافورة إذن تبقى لنقطة ثالثة بالخواص الفيزيائي لغاز الأمونيا اللي هي يمكن إسالته في درجة حرارة الغرفة وذلك بتصديد ضغط معين بما يكون من 8 إلى 10 ATM اللي هو أتموسفير يعني يقصد وأيضا يكون له درجة غليان مقدارها سالب 33 ونصف سيليزي وأيضا تكون له درجة تبخر أو حرارة درجة حرارة تبخر كامنة عالية ولذلك تستخدم في وتستخدم في المصانع الثلج لأغراض التبريد أحبتي الطلبة انتهت الخواص الفيزيائية أنتقل إلى الخواص الكيميائي يعتبر جزيي الأمونيا ثابت كيميائي ولكن يتفكك إلى غاز النتروجين والهيدروجين عند أمرار على سطح في الزي ساخن أو عند أمرار شرارة كهربائية على الغاز إذن وأيضا يحترق تلقائيا في الهواء ويحول قابل الاشتعال في الهواء بوجود الأكسجين وذلك يحول زهرة الشمس من الحمراء إلى الزرقاء وأيضا يمكن الكشف عن غاز الأمونية وهذا مهم جدا وذلك من خلال تفاعل مع غاز كلوريد الهيدروجين تتكون أبخر بيضاء دلالة على تكون كلوريد الأمونيوم كما في المعادلة حبة الطلبة ونكتب السؤال إذن هنا سأخبر سؤالي كيف يتم الكشف عن غاز الأمونية سؤال كيف يتم الكشف عن غاز الأمونية إذن هنا سأكتب الجواب يتم الكشف نقول أحبة الطلبة يتم الكشف وذلك باتحاد اتحاد غاز الأمونية مع غاز كلوريد الهيدروجين حيث تنتج أبخرة بيضاء تكون غاز كلوريد الأمونيوم كما في معادلة الآتية سيكون عندي نكتب باللون الأزرق ستكون واضحة NH3 زائد زائد H سي أل NH و سي أل هذا هو هنا هنا انتهى غاز الأمونية بكل ما يتعلق بخواصة وتحضير أحبة الطلبة أنتقل إلى مركب آخر من مركبات النتروجين وهو حامض النتريك و الذي يكون من أهم المركبات الأكسجينية لغاز النتروجين وتكون سيقة HNO3 ويحضر مختبريا من تفاعل حامض الكبريتيك مع نترات البوتاسيوم وأيضا هذا كما في المعادلة وأيضا يوضع هذا الغاز الناتج من أبخرة الغاز الناتج في وعاء مبرد بالماء وينتج لي بذلك حامض النتريك وأيضا تحضيره صناعيا يمكن تحضيره من خلال أكسدة غاز الأمونية في الهواء بالبلاتين كعامل مساعد وتسمى بطريقة أوستولد إذن هذه بما يخص رح أكتب معادلة تحضير أثنين هنا عندي حامض النتريك حامض النتريك إذن هنا H صيغته HNO3 هذا أولا سؤال سؤال يخلي أكتب بصيغة سؤال حضر حامض النتريك مختبريا خلي نكتب المعادلة اللي هو KNO3 عديم اللون وتنبعت منه أبخرة ذات رائحة نفاذة ويكون الحامض الغير نقي ذات لون أصفر وذلك لاحتوائها على أكاسيد النتروجين اللي هو ثنائي أكسيد النتروجين وأيضا يكون الحامض تام الإذابة في الماء ويكون مزيج بنسبة 68% مع الماء وأيضا يغلي الحامض بدرجة 120.5 سيليزي هذا ما يتعلق خلينا نكتب التعليل حتى نستغل الوقت أحبتي الطلبة سؤال أعلل لون حامض حامض النتريك لون حامض النتريك غير النقي أو الحامض النقي بعد تركه لفترة من الزمن يكون أصفر الجواب ليش أحبتي الطلبة الجواب وذلك لاحتوائه كسيد لإحتوائه على أكاسيد النتروجين أحبتي الطلبة لإحتوائه على أكاسيد النتروجين اللي هي تكون تنا تنا على أكاسيد النتروجين الزائبة 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 خصوصا أن أو 2 الزائبة قلنا وين في في الغاز هنا عفوا في الحامض النتريك أحبتي الطلبة خلي نسوي لك مراجع لبعض الأمور المهمة وزاريا في هذا الدرس قلنا أنه نركز على تحضير غاز الأمونيا مختبريا يحضر غاز الأمونيا مختبريا بتسخين كلوريد الأمونيوم بلطف مع هيدروكسيد الكاليسيوم كما موجود أمامك في المعادلة وتكون ل عفوا تكوين غاز الأمونيا والماء وكلوريد الكاليسيوم يمرر الغاز الناتج على عمود يحتوي على أكسيد الكاليسيوم لتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز إنتاجه وهذه طريقة مهمة هذه مهمة جدا تسمى إنتاج الأمونيا صناعيا وذلك بطريقة هابر المهمة في المستخدمة في صناعة الأسمدة وأيضا في تكوين حامض النتريك واتحاد النيتروجين مع الهيدروجين مباشرة بوجود عوامل مساعدة أحبتي الطلبة هنا عندي تجربة النافورة وأكد عليها حتى أختم درسي لهذا اليوم هنا قلنا عدي الكأس مملوء نصفة بالماء مع دورق دائري موجود فيه أنبوب توصيل يتصل بالإناء وهذا الدورق مقلوب إلى الأسفل ومسدود ولكن يخترق أيضا قطارة تحتوي على قطرتين مع الماء عند الضغط على هذه القطارة سيحدث ثماث بين الماء والغاز يؤدي إلى تخلخل الضغط ويؤدي إلى اندفاع الماء إلى الأعلى إلى الأعلى بشكل نافورة وبذلك يتلون لون الغاز في أحمر وردي وذلك بسبب قاعدية محلول الأمونية أحبتي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لكم أحبتي الطلبة وشكرا إلى كادر إلى اللقاء